قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما يحل إليه النظر من النساء يقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغض من أبصارهن ويحفظ فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أزواج أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما إلى آخر الآيات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم غضوا البصر وإزداله إلى الأسفل يعني أن لا يحدق هكذا وهكذا يتتبع عورات الناس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هنا جاءت كلمة من ولم تأتي أبصارهم يغضوا من أبصارهم ومن تفيد التبعيض فبعض النساء يجوز النظر إليهم مثل النظر إلى المحارم والنظر إلى الزوجة وبعض النساء لا يجوز النظر إليهم فلذلك قال يغضوا من أبصارهم أي يكفوا أبصارهم عما لا يجوز النظر إليهم ويحفظوا فروجهم عما لا يحلوا من الزنا أو اللباطة أو الكشف والإبداء أي لا يبدون أيضا فروجهم إلى من لا يحل النظر له ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ذلك غض البصر وحفظ الفرج عن الفواحش وعن الكشف ذلك أطهر من دنس الريبة والدناءة في الدنيا والآخرة إن الله خبير بما يصنعون خبير بأحوالهم وخبير بهم إذا كانوا يجيلون النظر هكذا وهكذا لتتبع الفاحشة أم عن غير قصد كما قال الله تعالى في آية أخرى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالله تبارك وتعالى يعلم ما يفعله الناس وقل للمؤمنات يا ضدن من أبصارهن المؤمنات أيضا عفيفات شريفات قاصرات طرفهن على ما يحل لهن يا ضدن أبصارهن قل للمؤمنات يا ضدن من أبصارهن عما لا يحل لهن النظر إليه من غير أزواجهن ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق والكشف والإبداء وغير ذلك ولا يبدين زينتهن الزنا الخفية للرجال ولا يبدين زينتهن أي الزنا الخفية للرجال مثل الخلقال أما كان الزينة في العنق السلسال الطوق القرط في الأزن فمواطع الزينة لا يجوز أن ترى ومحال الزينة أي الفتنة في المرأة لا ينبغي أن ترى ولذلك استنبط القرطبي رحمه الله وهو أحد المفسرين الممتازين استنبط أن كشف الوجه لا يجوز لأن زينة المرأة وجهها النساء بشكل عام متشابهة في شكلها ولكن قد تكون سمينة قد تكون نحيفة طويلة قصيرة كلهن على هذا الطراز ولكن الميزة بين الواحد والأخرى هو الوجه فالوجه إذن هو مجمع الزينة ولذلك لا يجوز النظر إليه وينبغي ستره خصوصا إذا كان فيه فتنة ولذلك حدثني أحد طلابي عندما كنت مدرسا في دير الزور أول ما تخرجت قال تبعت امرأة ووجدت يلبس هناك عبايات مثل أهل العراق وجدتها نحيفة وقوامها جميل فتبعتها وعلقت عليها ببعض الكلمات فإذا بها تقف وتلتفت علي وتقول واش تريد يا ابني فنغرت إلى وجهها فإذا بها ذات أنف هائل وشق مائل ولعاب سائل فهربت إذن الوجه هو مجمع الجمال ولذلك القرطب يقول على المرأة أن تستر وجهها وقال بعض المسلمين أنه يجوز كشف الوجه إذا أمنت الفتنة فربنا يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي ما ظهر عن غير قصد وقال بعض العلماء الوجه والكفين إذا لم يكن فيه هناك فتنة جمال شديد أو تزين وبهرج وذيكور يجوز كشفه والأولى عدم الكشف وليضربنا بخمورهن على جيوبهن أن يلقين بأغطية رؤوسهن على فتحة الصدر كانت المرأة في الجاهلية أيها الإخوة تفتح صدرها هذا الفتح الشق اللي بتدخل رأسه منه كان فيه شق صغير ما مثلها الله الجاهلية الثانية الأخيرة تفتح هذا لفتحة الصدر إلى عند السرة لا شوية شق صغير فكانت تفتح صدرها وترفع الغطاء عن رأسها تبدو غرتها وتضع أبتيها على صدرها لو يشيح بتحطه لورا حض أبتيها على صدرها فسماه الله تبارك وتعالى هذا تبرج الجاهلية فلينظر المسلمون كما ابتعدوا عن الإسلام إذا كان ذاك تبرج الجاهلية فالتبرج الجاهلية هذه ما هو رياذ بالله تعالى أصلح الله المؤمنين غير المؤمنين أمر يعني مان فيهم ولكن المؤمنات عندما يكون فيهم هذا رياذ بالله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا من هم الذين عددهم الله ويجوز أن تبدي المرأة في زينتها أمامه لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن وهي الزينة الخفية والزينة الظاهرة والباطنة كلها يجوز أن تبديها المرأة أمام زوجها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن آبائهن مو كل شيء مثل ما تفعل بعض النساء تلبسيها ضيقة تظهر كل مفاتنها وجسمها وعوراتها الغليظة ثم تقول هذا أبوي معلش ولا أبوها ما يجوز هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مما حدث عنه وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون وكان في آخر الزمان صنفاني من أمتي صنفين رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس هذو الآن المخابرات اللي يأخذوا الناس تموا أتلوهم عزبوهم حتى يموتوا أو حتى يقولوا ما لم يقول ما لم يفعل رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخلوا للجنة ولا يجدون ريحها الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسيات عاريات يعني ليه بسيك اسوي ولكن هذه الكسوة عري لأنها تجسم كل أعضاء الخفية في جسم المرأة ثم تظن نفسها أنها يعني مكتسي نساء كاسيات يعني عليهن كسوة في السياب عاريات يعني هذه السياب تكشف كل ما تحتها إما تشفها وإما تكسمها وتبينها ثم يقول رسول الله سلم على رؤوسهن كأخنية أسمية البغت العجاف أي واضينا على رؤوسهم شيء مرتفع بلف شعرهم بشكل مرتفع في آخر الحديث يقول رسول الله سلم لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يعلم من مسيرة خمسمائة عام بسبب الله العافية إذن الزينة الخفية لا يجوز أن ترى إلا للزوج أما المرأة تبدو أمام أبيها كيف من السرة إلى مدون الركبها دعورة مع البطن والظهر وما حوله يعني المرأة أمام أبوها وأمام ابنها عورتها من السرة إلى مدون الركبها دعورة الرجل وزيادة على ذلك البطن والظهر وما حولها يعني إذا طلعت بأكمام قصيرة يجوز لها ذلك أمام أبوها أو أبنها أو إلى آخرين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أزواجهن الزينة كلها أو آبائهن معدى السر إلى الركب والبطن والظهر أو آبائ بعولتهن أبو زوجة عم أبو زوجة أو أبنائهن أولادة أو أبناء بعولتهن أبن زوجة أو إخوانهن أخوة من النسب أو بني إخوانهن طبعا قلت من النسب من الرضاء أيضا يجوز أن تظهر أمامه ولكن المتأخرون من الفقهاء قالوا إن كان أخوها من الرضاء سيء الأخلاق أو وضعه ليس بجيد تحتجب أمامه أو تحتشم على الأقل أو بني إخوانهن أولاد أخوتا يجوز أن تظهر أمامهم أو بني أخواتهن أو نسائهن نسائهن إضافة إلى النساء المؤمنات والمقصود بنسائهن أي النساء المؤمنات ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز للمرأة أن تتكشف أمام المرأة الكافرة بل تحتشم من ضرورة تتحجب حجاب كامل ولكن تحتشم وبعض المسلمين قالوا يجوز أن تظهر إذا كانت الكتابية مستقيمة وزات أخلاق وإن كانت مسلمة فاجرة لا خلاق لها لا تظهر أمامها ولو كانت مسلمة وهذا رأي الشيخ أبو الأعلى المودود رحمه الله ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تباشرها يعني تأخذ صفاتها تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها في بعض النساء الحمقوات الجاهلات في إلى صديقة جميلة تمتاز بأشياء من الجمال فتأتي إلى زوجها وتقول له فلاني ما شاء الله ما أجمل أعينها زروا شكلها فتنعتها أمامه كأنه ينظر إليها فتحببها به فيذهب يتزوجها أو لا يزوج الله تعالى قد يزني بها ويغريها أو تغري فهذا العمل لا يجوز ولا تفعله المرأة المؤمنة لأنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها رواه البخاري ومسلم أو ما ملكت أيمانهن يعني من الإماء إذا كان عند أماء يجوز أن تظهر أمامه من السر إلى الرقبة أو التابعين غيري وللإربة من الرجال الإربة الشهوة هناك أشخاص مجازيب هناك أشخاص يعني مسنين تجاوزوا السبعينات والثمانينات لا خير فيهم للنساء نهائيا فهؤلاء لو ظهرت المرأة أمامهم بدون حجاب أو بدون شيء يجوز إذا كان كان هؤلاء غير وللإربة من الرجال أي لا حاجة لهم منه في النساء ولا يعني مصلحة لهم في النساء لا يوجد عندهم شهوة ولا يضرب أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل الصغير إذا كان لا يفرق العورة ولا يعني تلفت نظر عورة المرأة فهذا دون سن الشهوة يجوز للمرأة أن تظهر أمامه كاشفة رأسها أو يديها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الأطفال الصغار الذين لم يعرفوا ما العورة ولم توجد فيهم الشهوة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخلخال فإذا مشت بشكل طبيعي خلخال في الأرجل ممكن ما يحصل صوت فكانت المرأة في الجاهلية إذا وصلت إلى الرجال تدق برجلها الأرض فيظهر الخلخال صوت لينتبه إليها الرجال وفي القرن العشرين قد تكون المرأة تلبس كعب عالي وله نقرات معينة فإذا وصلت إلى الرجال ضربت بأرجلها إذا تقصدت ذلك دخلت في المنع ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم ويدخل في ذلك الأساور إذا كانت لابس أساور تصل عند الرجال تهز إيديها حتى يلتلفت نظرهم يدخل في ذلك الطيب بعض النساء تتطيب تدخل بين الرجال شموا ريحة طيبة يبدو يشوفوا من أين هذه الرائحة الطيبة فينظرون إلى المرأة فهي إذن في غريزتها أن تلفت نظرهم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة مستعطرة فهي كذا وكذا أي كأنها تزني وليس بالله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمنة تخرج متطيبة إلا أن ترجع إلى بيتها وتغتسل غسلها من الجنابة ثم تذهب يعني حتى تزيل آثار الرائحة نهائيا فالمرأة إذا تريد رائحة طيبة للناس تريدها لزوجها مو زوجها يشمر حتى الطبخة والزيت المحروق والكذا وتطلع إلى بره حتى تفتن الناس وتلبس أشياء التي تلفت النظر ثم تتطيب ولا ياذب الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا أي التقصير حاصل من الرجال والنساء ولكن الذي يجعلكم مؤمنين أن تستغفروا الله وترجعوا إليه عما فعلتم أو عما وقعتم فيه من هذه النقائص إذا وقع منكم ذلك لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة تفوجون بخير الدنيا والآخرة أما بالنسبة لقوله تعالى وقل للمؤمنات يا ضدنا من أبصارهن فهل معنى ذلك أن الرجال تحجبنا لا هل معنى ذلك أن النساء تعمشنا ويمشينا في الطريق لا يا ضدنا من أبصارهن عن ما لا يحل لهن فالمرأة المؤمنة العفيفة تمشي وتبصر طريقة وتمشي في طريقة كالرجل العفيف تقع عينها على هذا أو على ذاك ولكن لا تدري من هذا ولا ماذاك أما المقصود بهذه الآية التي لا تغض بصرها عن محارم الله فتنظر بعض النساء سمعت بأذن تقول هذا والله ما شاء الله بشهي إيش هل وتش هل عينين هذه فعلت مثل ما يفعل الرجل عندما ينظر للمرأة بل أشد خطرا لأن المرأة إذا تحركت شهوتها فهي تحرك شهوة الرجل أكثر ولذلك ولذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وميمونة كانتا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم ابن أم مكتوم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم احتجبا منه يعني يدخلوا إلى غرفة ثانية فقالا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا أليس هو أعمى لا يبصرنا أعمى خلينا جارسين معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعم يا واني أنتما ألستما تبصرانه أنتم عميان مشايفينه لا ينبغي أن تنظر إليه أفعم يا واني أنتما فهذا الحديث يدل بشكل قاطع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بنظر شهوة أما إذا كانت المرأة مسنة وكان الرجل مسنا فلو نظرت إليه نظر عادي بدون شهوة أو نظر إليها بدون شهوة كما مرمعنا بالنسبة للنساء والتابعين من الرجال غير أولي الإربة أو أيضا المرأة نظرت بدون شهوة فلا إثم فيها ولا ذنب عليها بإذن الله ولذلك يجب على المؤمنين أن يتقوا الله خاصة في هذا الشهر الكريم المؤمنون والمؤمنات في شهر رمضان تنكسر الشهوة وتقيد الشياطين فلنرجع إلى الله والنتب والنخلص لله في أعمالنا وفي أقوالنا وفي جهادنا عسى الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على أنفسنا وينصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر